انطلقت اليوم اعمال اتماع السادس العادي السنوي للجنة المتابعة والتقييم لمشروع المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي مدينة جمينة وكانت عمدة جمينة مريم جمع بيت رئيسة اللجنة هي من رأس الانطلاقة محمد عثمان بشير ان هذا الاتماع العادي السادس من نوعه للجنة المتابعة والتقييم لمشروع المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي بان جمينة الهدف منه هو مناقشة وتقييم عمل اللجنة خلال العام المصرم 2016 وكذا اعتماد خطة عمل سنوي للعام الحالي 2017 عمدت بلدية أنجمين مريم جومي عبيد بصفتها رئيسة لهذه اللجنة طلبت خلال كلمتها الافتتاحية من جميع الأعضاء خاصة منذ بي الدوائر العشر بالعاصمة العمل بجدية من أجل تنفيذ الخطة الحالية لعام 2017 مضيفة أن عام 2016 كان عاما صعبا من الناحية المالية والاقتصادية لكن ذلك لم يكن سببا في عاقة المشاريع التي تم تنفيذها من قبل مختلف المسؤولين باللجنة يضاف إلى أن الخطة الجديدة للعام الحالي تعد الأكثر نجاها مقارنة بالظروف المالية والاجتماعية التي تمر بها البلاد